الذوق هو شيء خاص لكن هاني شاكر أراد أن يحدد الذوق الموسيقي العام فباعتباره نقيب الفنانين أصدر قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات في مختلف التظاهرات الفنية حيث تضمن بلاغه تنبيه المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافهات من التعامل مع ما يطلق عليهم مطربي المهرجانات ومن يخالف ذلك القرار يتخذ في حقه إجراءات قانونية ما خلفا ردود فعل قوية من محبي هذا النوع من الفن ولم يرقهم كثيرا قرار هاني شاكر في فرض ما يجب أو ما لا يجب عليهم سمعه موسيقيا للعلم موسيقى المهرجانات تعد نوعا جديدا من الموسيقى الشعبية المصرية وهي خليط بين موسيقى الراب والتيكنو تتحدث عن معاناة المصريين والوطن العربي كالفقر والبطالة والمخدرات كما ذاع صيتها خلال الربيع العربي وتحديدا ثورة مصر حيث تحدثت عن مواضيع سياسية وانتقدت الحكام انطلاقا من شعارات الثورة صدر قرار منع مطربي المهرجانات بعد أداء حسن شاكوش وعمر كمال خلال حفل عيد الحب باستاذ القاهرة أغنية بنت الجيران والتي تحتوي كلمتها على جملة حشيش وخمور مما أشعل غضب نقيب الفنانين وعبر عن ذلك قائلا أنه يشعر وكأنه في واد ومطربي المهرجانات في واد آخر لكن هل على الجميع السير في وادي الشاكر الموسيقي؟ دعونا نستمع للمقطع الذي أشعل الحرب على مطربي المهرجانات اعتذر بعد ذلك المطربين على ما حدث منه ما خلال حفل استاذ القاهرة لكن هاني شاكر لم يقبل الاعتذار وأصر على القرار بنعتزل للشعب المصري وبنعتزل للأستاذ هاني شاكر ولكل أعضاء المكابل المحترمين لو احنا يعني زعلناهم احنا عارفين كويس جدا أن حجم الحفلة وعارفين أن الحفلة دخل كل بيت وعارفين أن فيه قائدات كبيرة جدا من الدورة تفرج عليها فاستحالة استحالة نغلط أو تفوتنا غلطة زي دي لنرى ردود أفعال المطربين والأعلاميين المصريين كتبت الفنانة رشا مهدي تغريدة على حسابها بتويتر أنا مع الفن وحرية الإبداع في المطلق ودد الرقابة والوصاية أما الأعلامية بسمة وهبة قالت في فيديو عبر حسابها على إنستجرام لا أقدر التخير كل ذلك الهجوم على شخص مترب اسمه حسن شاكوش يغني أغاني مهرجانات نحن أمام واقع الموجود ونسبة كبيرة تسمع تلك الأغاني وصل الجدل إلى البرلمان المصري حيث أشاد النائب صلاح سب الله المتحدث باسم مجلس النواب بقرار نقابة الموسيقيين مع أغاني المهرجانات وقال خلال مدخلة هاتفية مار أعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صد البلد تواصلت مع الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وطلبته بالثبات في موجهة ظاهرة المهرجانات التي تستهدف تغيير هوية الدولة المصرية وعلى الرغم من كل هذا الجدل الدائر فإن فيديو الأغنية على موقع ييتيوب مستمر في تحقيق مشاهدات مرتفعة حيث حصدت الأغنية ما يقارب من مئة وخمسة ملايين مشاهدة في أقل من ثلاثة أشهر حتى الآن كما حقق الفيديو الجديد بالكلمات المعدلة أكثر من مليون فاصل خمسة مشاهدة في أقل من ثلاثة أيام من طرحه لتستمر الأغنية في تحقيق النجاح بعيدا عن كل الأزمات التي تدور حولها فهل سيصمد شاكر مع كل هذه التدخلات وردود الأفعال وهل سيدم قرار المنع طويلا تغيروا مطلبي المهرجانات نوع موسيقاهم على ذوق هاني شاكر إذا أعجبكم في الفيديو لا تنسوش الشراك والضغط على الجرس بش يوصلكم الجديد